آخر سؤال نختم به سائل بيقول إحنا أحفاد جدنا أوصى لنا بميراث أبينا الذي مات في حياتي جدنا والآن أعممنا بنزعو ده ميراثنا أنتم ملكمش حق أنتم محجبون بنا لكما نحيص الأصل صحيح لأن الأولاد يحجبون أولاد الأولاد من كان أقرب داجة إلى الميت يحجب من كان أبعد منه فالأولاد يقولوا أننا يعني أوصلنا جدنا بوصية وأعمامنا يضنون بها علينا ويسعون في إبطال وصية جدنا ونحن صغار وضعاف فهل يجوز لهم ذلك وإيه الموقف الشرعي الصحيح أقول إذا كان الجد قد أوصى بذلك وأنتم كأحفاد لكم أعمام لستم من الورثة وكي يتوصيته لا تزيد عن الثلث فالوصية صحيحة ونافزة شرعا وقانونا ولا ينبغي لأحد من الورثة أن يعترض عليها ويوجد في معظم القوانين المشرقية ما يسمى بالوصية الواجبة توريث الأحفاد نصيب آبائهم الذين ماتوا في حياة والدهم من التلك وصية واجبة ولو لم يوصي بها الجد وصية تفرض باسم القانون ولو لم يوصي بها الجد الوصية الواجبة على هذا النحو موضع نظر وموضع جدل بين أهل العلم ورسي منهم ردها وأبطلها هذا استدرار على الشرع وهو تعقب له وإحداث شريعة جديدة لكن إذا كان الجد قد أوصى بها فقد خريت من الجدل الفقهي وأصبح ثوصية مشروعة ونافذة ما دامت لم تزد عن الثلث والله تعالى أعلى وأعلم ترجمة نانسي قنقر